هل إطالة الأظافر من الوصل؟ أماما من السودان بارك الله فيك و رضي الله عنك الجواب نعم فالراجح من قول أهل العلم أن إطالة الشعر و عفوا إطالة الأظافر إطالة الأظافر هذا يعد من الوصل الذي لعن فيه النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة و المستوصلة فهذا وصل هذا يعتبر وصل والعلماء الذين أخذوا بهذا القول قالوا لا يلزم أن يكون الوصل فقط في الشعر لكن لما كان الغالب في الشعر جاء اللعن متجها إليه لكن هذا ما يمنع من أن يكون غيره أيضا فيه لأنه وصل شيء بشيء